دلوقتي مع كلمة دولة رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى المدوري فلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم حضرات السادة والسيدات الحضور شباب مصر العظيم المشارك في هذا الرالي اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لجميع الحضور بكل التحية والتقدير وحابب أن أعبر عن ساعتي بوجودي وسط هذا الحجد الكبير في هذا اليوم المميز والذي يشهد فعليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية في مصر أفر والنهاردة إحنا موجودين في قلب مدينة العالمين الجديدة ويمكن زي ما مقدم الحدث قال هذا المكان ما كانش موجود خالص من ست سنوات يعني كانت مجرد صحراء قاحلة وكان فيها مشاكل كبيرة وكان بيبقى ساعات في أطفالنا وشبابنا ممكن يعني يحدث ليهم إصابات بسبب الألغام اللي موجودة فالنهاردة إحنا نشوف مكان بقى بينبط بالحياة بهذا الشكل ده شيء عظيم وبيبعت بالأمل وزي ما بنقول البنى بسواعد شباب مصر وهذه المشروعات وهذه المدن هي كلها لشباب مصر إن شاء الله في خلال الفترة القادمة والحقيقة إن هذا الرالي من الفعاليات المهمة جدا في مجال بناء قدرات ومهندسي ومصممي ومصنع السيارات الكهرباء من شباب كليات الهندسة المصرية وهنا يمكن حابب إن أنا يعني بعيدا عن المنصب السياسي يعني أشعر بالفرحة وبالفخر كوني أنا كمان مهندس زي زيكم إن أنا أشوف النهاردة شباب المهندسين وهم بيعملوا حاجات تفرح بهذا الشكل الجميل والحقيقة إن هذا الجهد الحياة بيأتي في إطار إن إحنا كدولة بنشجع النهاردة تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي زي ما الدكتور أيمن قال ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات حقيقية على الأرض وهنا أنا حابب إن أنا أجدد التأكيد على تقديم كل الدعم لشباب مصر للإبداع والإبتكار بما يحقق زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة خاصة صناعة سيارات إحنا فيه اهتمام شديد جدا من الدولة بهذه الصناعة وتوطنها في مصر في خلال الفترة القادمة والعلى الأخص موضوع السيارات الكهرباء فعشان كده يمكن أنا سعيد وكنت حريص جدا إن أنا أكون موجود معاكو النهاردة بالذات لإن هذا الرالي هو متخصص أو خاص بالسيارات الكهربائية وطبعا ده كله بيخدم مجالات التنمية المتكملة في مصر في إطار رؤية مصر 2030 والتي تتضمن تعزيز ودعم ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا ودمجها في جميع القطاعات للنهود بها والشباب المصري هو اللي بيعتبر أحد أهم ركائز هذه الصناعة المستقبلية خلال الفترة القادمة أنا مش عايز أطول على حضراتكم لإن أنا عارف إن إحنا كلنا منتظرين نشوف فعالية السباء ولكن أنا حابب إن أنا في الختام أن أشيد بالجهد الكبير اللي بزلوا شبابنا علشان يخرج بهذه السيارات لإنه مش مهم النهاردة مين فعلا تبقى أسرع سيارة ولكن الأهم هو نجاح التجربة وإن كل سيارة من دول تكون ممكن نموذج لمشروع مستقبلي إن شاء الله وحابب إن أنا أتوجه بالشكر طبعا لأخي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمان عشور وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللجنة التنظيمية من كلية هندسة جامعة عين شمس والأكاديمية البحرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم هذا الحدث وأتمنى لشبابنا كل التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته